الخبر اللي جاي كمان مهم جدا بقى لان احنا اتكلمنا عنه كتير وهي أولمبيات توكيو مؤخرا سمعنا فيه تردد لكلام كتير ان حيتم الغاء أولمبيات توكيو اللي هي 2021 صحص عالمية اتكلمت عن الموضوع ده وقالت ان هي استندت لكلام جاي من مصادر حكومية يابانية بس مجهولة في حين بقى مسؤولين تانين خرجوا ونافوا الكلام ده خلينا نعرف بالزبط اللي هيحصل من التقرير اللي جاي حقيقة الغاء أولمبيات توكيو 2021 عنوان تصدر منشتات الصحف العالمية خلال الايام الماضية فقد اطلقت صحيفة The Times البريطانية قنبلة من العيار الثقيل اكدت من خلالها توصل الحكومة اليابانية الى ضرورة الغاء أولمبيات توكيو نهائية على ان تطلب استضافة الحدث عام الفين واثين وثلاثين وان اليابان تبحث الغاء البطولة مع حفظ ماء الوجه لكي تطالب من جديد بتنظيم المسابقة في وقت اخر الرد على تلك الانباء جاء بشكل عاجل من قبل الحكومة اليابانية التي اكدت عزمها اقامة أولمبيات توكيو وان الاجتماعات مستمرة لاقامة الأولمبياد مع تنفيذ الاجراءات الوقائية نفت اليابان ما تردد في تقارير الغاء أولمبياد توكيو والشائعات التي تسببت في قلق الرياضيين فأولمبياد توكيو قائم والشعلة سيتم اشعلها في الثالث والعشرين من يوليو الفين وواحد وعشرين من ناحية اخرى تحدثت يوريكو كويكي حاكمة توكيو ايضا معلنة رفضها اي حديث عن الغاء او تأجيل اولمبياد توكيو وفي الوقت الذي اعلنت فيه اليابان حالة الطوارئ بسبب موجة جديدة من الاصابة بعدوى فيروس كورونا فان اللجنة المنظمة للأولمبياد اكدت ان الحكومة في اليابان تنوي اقامة البطولة في موعدها اليابان تصر على اقامة اولمبياد توكيو هذا هو القول النهائي حتى الان من الحكومة اليابانية والتي قررت في وقت سابق غلق حدودها امام غير المقيمين من الاجانب بسبب الزيادة الاخيرة في اعداد المصابين بكورونا لكن الاصرار على اقامة البطولة لا يزال قائمة يعني اعتقد ان ان شاء الله يعني خلال الايام او بالكتير او الاسابيع القليلة القادمة هنعرف كلنا الاجابة على السؤال المتعلق دي مسألة تأجيل الاولمبياد من عدمه ولو حصل ده هيكون تاني تأجيل اللي انتي طبعا عارفة شهر ستة كان مفروض في عشرين عشرين بس عشان اللي حاصل طبعا في العالم كله وصعوبة السفر والانتقال وفي مطارات كانت قفلة فقالوا لا حنأجلها لعشرين واحد وعشرين اما نشوف عموما كلها ايام ونعرف كلنا ايه اللي حيتم فيما يتعلق بهديل والانتقال طيب